الرئيس البساغيني جوزي ماريوفاز يعلن عن تعيين أرستيد جوميز وزيرا أول متفقا عليه من طرف الفرقاء السياسيين في البلاد ويحدد السابع عشر من الشهر الجاري موعدا لإصدار مرسوم رئاسي بتعيينه وذلك بعد إنهائه مشاورات مع الأطراف السياسية بالبلاد وحسب بيان قرئ في ختام أعمال قمة استثنائية انعقدت السبت بالعاصمة التوغولية لومي حول الأزمة السياسية بغينيا بيساو فإن فاز أعلن عن افتتاح دورة برلمانية في التاسع عشر من الشهر الجاري لدراسة قوانين تعناب اللجنة الانتخابية وأعضائها والانتخابات التشريعية كما حدد فاز الذي تشهد بلاده أزمة سياسية منذ عام 2015 الثامن عشر من نوفمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية سبيلا إلى الخروج من الأزمة القائمة منذ عام 2015 وتعود بداية الأزمة السياسية بين الرئيس البساوغيني وأغلبيته الداعمة له إلى شهر أغسطس من العام 2015 وذلك بعدما أقال الوزير الأول الأسبق دومينغو سيموس بيريرا الذي يتولى رئاسة الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر الحاكم في البلاد وقد رفض الحزب قرار الإقالة وكان ذلك بداية لأزمة سياسية بين الرئيس وأغلبيته وقد تدعت الأطراف في العام 2016 إلى توقيع اتفاق بالعاصمة كونكري نص على عشر نقاط بينها تعين وزير أول متفق عليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية غير أن مضمون الاتفاق ظل مجرد حبر على ورق وقد فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات خلال الشهر فبراير الماضي على 19 سياسيا بساوغينيا خمسة منهم مقربون من رئيس البلاد بينهم نجله إميرسون فاز حيث تتهمهم جميعهم بعرقلة تطبيق اتفاق كونكري ترجمة نانسي قنقر